المستشار النائب الاستاذ مرتضى منصور سبب المستشار اهلا بيك دكتور محمد ازايك اهلا بيك سبب النائب اه موضوعك هاش هوصل لفين? انا عارف ان انت عندك تفاصيل لا والله هو اه هو طبعا تعرف دي القضية بتاعت الا وعمل فيها ناقد اللي هي بتاعت تزوير التزوير الشهادة اه الشهادة وانا حزين اللي بيحصل بصراحة اه مع الدكتور توفيقه كاشا صراحة يعني حزين جدا يعني توفيق وطني وطني جدا وفاجأة الحرب قامت بعدنا عايفت انه راح دفع الماديونية او يعني اقتربة من دفع الخمسة مليون اللي عليه اه اه انا ما بسرعة يعني طبعا طفيق غلق لان انا في البداية عدت معها مرة واثنين وثلاثة اه لانه انا باعتزف صداقته قلت بقى طفيق في حدود للنقد اه احنا بقى في دولة ودولة مستقرة وما حدش هيسمح لحد يغلط فيه يعني في مؤسسات في الدولة طيب طاهر ابو زيت عدن شكوى للنائب العام وانت عارف تفاصيلها اه واتهموا باهضار الملايين والموضوع جمعية الاعلاميين وكذا جمعية الاعلاميين اه اه يعني رأيك ايه في موقف يعني انا ملاحظ انه طاهر اه مصر وحطت عكاشة في راسه وقال انا هسجنه يعني هسجنه وقال ده وبعدها بيومين تسجن يعني تفسيرت ايه اه لا هو طاهر يعني اه انا عايز اتكلم اللي بيحصل في فلسطين المعرض اه هذا الحزن اه لا يعني لا ده اجرام من ترامب مم قال قدام شو اخد باله احنا كنا احنا كنا ملول عبايز الملولة مجنون جي اجن منه مم يعني احنا قلنا الابتكر بوش الاذن مجنون واحتل الالاء جي الاجن منه اللي اسم اوباما صحيح وخد بالك ودمر العالم العربي قلنا اوباما في سين ده يا وكلت صحيح 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 مجنون ترامب ده اول مم واخد بالك لا مش كده لا مش كده يعني كل ما المنطقة الشرق الاوسط مش نعصى التقاب مم مش نعصى صحيح مم ازا كان اللي علم كله مش طيق اسرائيل مم فعلم صحيح حزين الموضة محمد عدد من الشهداء لاحظة يعني حوالي خمسين ستين لا مية دلوقتي احنا كلمنا حد من فلسطين قال ان مية و الفين و خمسمائة مصاب وبعدين مش هيدفع بقى التنجيز بقى خلاص مم ازا لم يجتمع قيادات الامة العربية مم ملوك ورؤساء وامراء على كلمة واحدة علشان مش ممكن عندنا شعب عربي بيتفرم كلهم يا جماعة صحيح بيتفرم صحيح فانا بقول اه يا جماعة اه يعني ازا كان الجامعة دورة العربية ماتت حلاص اعملوا الحداد اعملوا الحداء علموا وفاتها صحيح وقدرواها صندق لأ النعاردة صح والله النعاردة اجتماعا لعزرائي الشباب العرب في الجامعة قالك هنسميها دورة فلسطين وهنطلع مش عادة خمسين الف دولار للمصابين زينا من كلام زينا يا سيد محمد محمد احنا زينا من كلام خلاص يعني بصراحة العرب هلان يتحدثون اكثر ما يفعلون طيب انا كويس ان اتكلم في الموضوع ده انا مضيقني انه بعض اللي عايشين معانا في الاعلام والصحافة والبيزنس راحوا حضروا حفل السفارة الاسرائيلية في ريتز كارلتون على نير القاهرة وفيهم اسمها انت تعرفها موقفة يعني رأيك كيف بصراحة ابس عايز اقولك حاجة شهداء الامة العربية وعلى الوقت الخصوص الشهداء المصرية مم من تمامية واربعين منذ مسبحة قانا الاولى نعم منذ مسبحة دير ياسين الاولى مم خلي بالك معظمهم من المصريين مم فاذا كان اسرائيل حتى واول حصار كان في الفلوجة فاكر انت يا ابن عبد الناصر ابن عبد الناصر والبطل العظيم احمد عبعيز اللي بقى اسمه شارع احمد عبعزيز اللي ناس مش عارف عن ايه شارع بقى طلحت عبعزيز بزر اه واخد بالك اللي هو في المهندسين بزر قولك احنا طعين انا شارع احمد عبلا اللي هو بقى تعني اللي هو ده بزر بزر صدوجة النهاردة اسرائيل شوف على الكنيسة من النيل للفراد العلم بتاعها العلمين من النيل للفراد مم لأ هذا عدو وعدو اصيل وللأثر الشديد قطر تاني قطر قال خائنا العميل مم لبالك اه تعرف لما يجيو معاملو خناة الجزيرة اللي هي بقى الارقابية بتطاول الارقاب مم بتدمر في الشعوب العربية ده كان باتفاق بين وزير الخارجي ايام محمد و ايه و كانت حاقرة بين ايامها حمد بزر 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 لما استطيع ان نحارب الدول العربية بجنوش مم لنحاربها من داخلها مم و عندما ينزل الشعب العربي في اي بلد ينزل برجعش ينزل الشارع برجعش مم يخلش يعمل انت رأيك البرلمان مش لازم يتحرك ويبقى ليه دور في هذا الموقف تأكيد بالتال بس البرلمان حيدي برضو ايدانات وشجب خلي بالك مم 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 يعني انت انفقت بسلاكة بسعيد ازاي مم ازاي اه بالمقاطعة ومقاطع البترول يعني مثلا نعم يالك المالك فيصل مم الله ارحمه خلاص لما قطع البترول مم كان اقوى السلاح صحيح كذارب احتطلق سيران المغرب اه قذافي رحل سيران مم الكويت بعد الكنيش موقف على قل رجل واحد نعم نعم رجل واحد انما الاسف الشديد اما شايف اني دي اسرة فيها مثلا عشر اخوة اه اخوة و عشرين ارحم و عشرين ارحم و عشرين ارحم و عشرين ارحم القطري اه يمتلك قصر منيف. اه طبعا. وموزة تمتلك مصمع للاه احزية والعطور باسمها في قلب اسرائيل. يعني الناس مش عارفة المعلومات دي والاخوان لن يستطيعوا قول هذا. مش هيجرؤ يقولوا الكلام. اردوغان حضر حافظهم برضو في اسطنبول تأسيس دا دولة الصاينة في اسطنبول. يا استاذ الفرد الولاي اجرؤوا يقولوا في تركيا. ان المجنون التاني بعد ترامب اردوغان خلاص بيعدم القضاء والصحفيين وبيحبسهم. لا يقول وزباط الجيش اه زباط الجيش اهمهم. مم. ومشاهم اصرف الشوارع. صحيح. محاديش يجري يقول الكلام ده. صحيح. لان الدينارات بتتمي تحت جزء من مخابرات الكطرية والتركية والامريكية. محاديش يجري يقول الكلام ده. صحيح. انما هو يقولك ايه بصر ومحمد مش عارف قال مين. ومحمد وسه قال ايه. وعلي قال ايه. وسيد قال ايه. ومسكينك طبعا. شوك بحب احبك بالليل مشغول. كل يوم اه. قابل سكينك قابل بصري كده. ما عددك وحاجة بشرعية. صحيح. ايه ان مصر دي تحولك الى خرابة. خرابة. تمام. مم. خدر منه. انا اخليني لبقوا تاني تقول لكل زعيم عربي. انت اريد انت بديك الليبيحصل في السوريا. والعراق. مم. وليبيا واليمن وفلسطين. من فضلك. من بعد يازن حضفك. انت لو عملت مخاطعة مع كيان الابريكي بقى وكان زمان بنقول ايه لو تفتكر ان اسرائيل هي الولاية رقم واحد وخمسين في امريكا مزبوط لا اما امريكا هي عاصمة وسطية ده حقيق طيب بالمناسبة دي انا عارف ان انت لا تخشى في الحق لو ما تلائم في رجل اعمال اسمه علاء عرفة هو صاحب محلات ملابس شهيرة في مصر وهو احمي الجنساء الايطالية وهو اللزي قطع الترطة مع سفير اسرائيل هنا على في الريتز كارلتون انت شايف ان احنا مثلا انا فكرت نعمل مقاطعة لمنتجاته لانه هو دلوقتي عراب هو مكان حسين سالم هو داخل في بيزنس مع كله اسرائيلي اولا ما تقولش راجل اعمال مصر والراجل اعمال خايل لبلده تمام راجل اعمال خايل لشهداء مصر تمام هل يمكن ان نحرك دعوة قضائية ضده لانه فعلا زي ما حاجة بتقول كده الشعور الشعبي يعني انت عارف اقولك حاجة الراجل اه انت انا انا تفتكر اه سالم ده حسين سالم لا كاتب لا كاتب علي سالم علي سالم دع المصرح حلاص ورعايتم كاتب ازاي اه كان صعب لو تفتكر هو اللي كاتب عفريد مصر الجديدة بالزبط بالزبط اه اطوأ مصرحيات اللي بتعارض النظام في الوقت دوا ام انه هتعمل له رسيل مخ ام عفريد سرديوني صحيح تمام صحيح بقى طلق بيته هي الجنة بتاعته كعبته اه اللي جي اللي بعدين راجل التاني المجنون ده اللي اتحبس قبل كده ومش عايز ديه سعد الدين ابراهيم راجل مجنون وسايبين وراح جاي ما هو حضر الحفلة برد اه حضر الحفلة بيه دي دي دول خونا ام دول تاني خونا وانا بقول للنظام المصري من صدلك ام شهداءنا احنا عندنا شهداء من الارهاب ام بل زي ما نسمى الشهداءنا من العدو الصريوني صحيح اوه اتنسوا في يوم من الايام ان اسرائيل دي قتلت اطفالنا في مدار بحر البقر اوه اتنسوا انهم قتل عماننا في مصر عبد 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 بزبط اوه اتنسوا انهم قتل واصرانا في 67 وهم احياء احياء ده فانهم احياء يا فندم ده فانهم احياء اوه اتنسوا ان العدو الاول والاخير هو بكيان السيوط صحيح وتعفكر يا سيد محمد ان انا في 97 دررت السفيد الاسرائيلي فاصل بالجازمة اه عزام 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 وكنت هتضرب فريد الديب ساعت اه والراجل مستشان بالدنيا هو ايام هو صحيح صحيح كل العالم العربي لازم يوقف في واحدة يا جماعة كشوق وكحكام صحيح وفضلك يا كل حاكم في العالم العربي انت ممتازر زورك مم انت ممتازر ده احصل في بلدك صحيح انت انت عفال تموم عرب ومسجنين كل يقوم مم كيان السهيوني يا فندم تدخلوا المميسات المسجد الاقصى يشربوا خمرة ورؤوسوا النهاردة واعدين عصرادية فلسطين مش عصرادية شعب ما لا لا يا عصرادية امة اسلامية قاسرية لانت ملكة لفلسطين صحيح ملكة للامة الاسلامية صحيح احنا احنا حاجين احنا لفاصل من حوالي ستين واخد بالك بشوف المشاهد ايه اللي بيحصر ده و ايه و ايه التخازن للعربي صحيح اتفرضوا علي ايه صحيح و بعدين هنقعد نطلع في بيقنات وبعدين جامع الدول العربية عبد المندوبين هاتف الاجتماع الطاري بعد مقرن مندوبين ايه وبتاع ايه مندوبين ايه ده عزة الحرقام مندوبين ايه هامدك طرح واعمار هم كلهم شباب يا سات النائب والله كلهم مع خمستاشر وستاشر والله العزيم امار حزين لللي بيحصل وحزين اكتر لاتخازه اللي بيحصل 거는 حكام العرب اقولوهم تاني لسه اللي هنعمل اجتماع بقى جامعة للمندوبين املوا بد و بقى في عمر مكرم او اعملوه في الحمدية الشهر او اعلنوا اعلنوا موت اعلنوا وفاة جمع الدول العربي صحيح اه وانت معايا فرج عامر النهاردة بيقول هحاولك لجنة قيم مادة ساعة هذا الكلام هو نبي اضحك يعني كان زمان فيه بردام يضحك وتسلى بقى فرر رجالله هو اسف فرج عامر بتقول عمره هو وانه هو الاجانب يعني العصير دعو مش كان اسمه اه فرج عامر فرج اللي بالاجنب يعني هو بيحب الاجنب يضحك معي ايه هو ايه علاقة مجلس النواب بواحد شاتبني وهل عليها سافر فردتها ليه ام ايه علاقة المجلس بذا ايه علاقة لا اسرائي ايه يعني ليه بيخدامات شخصة مجرس شركة بالمجلس النواب مجلس النواب لما يكون في المجلس اخطاع ام هو المجلس ام انما انا مش هاز اتكلم اكتر من كده هيقعد في اسكندرام وش هنزل ايه بقى خلينا في النطاق مباراة كرة القدم م ام و بعدين راح عمال يجمع توقعات باللاجنة الشباب بوريادة وانا جمع توقعات على جديد للاجنة الشرعية ده بيعمل فتنس مجلس ان هو الزبط واهدارني الوقت واهدارني العدال حوارية ان يمكن تمتصور ان هو هو زيل الشباب انبارح شباب ينزل قطع المترو انا ادد ان التسكاة تغلى انا ادد ده لانا كنت في يوم المتطالف في الجامعة انا مبنى عشان نروح شدرة الشبرة هي جامعة كان شامس بنروف المترو وقنت انا بقى لما بيجنيه ولا بتنين جنيه ولا تسات انا خمسه جنيه وقلت بلقى جاي رجل جاي من الحوار شبا وقلت بفرج وكوب جنيه يغلك وكنت انا بقى انا وقت بداي تمام؟ مم نحن أنتم تصور أنه الشباب اللي نزل للألتراس المحرض من الإخوان المسلمين من قلوات اللي في قطر وتركيا قبلها بيوم قال لهم نزيله وقطاع المصر أنت دورك تعالى هات الشباب ده أنت أقول لي أنت مشكلتك إيه أنت عندك وعدين معظم مبوصل اللي عندهم جمعة اللي عندهم مدرسة اللي ألتراس نزلين لأكواب دور علشان يردوا اللي تقلهم تم يوم من الزوبة على الوجس مبوصل ده دورك يا رئيسك الشباب ورياضة ولنزل دول الصبر والإحراب من رزير الشباب محترامي طبعاً لأنه عامل بكرة تجمع الشباب بالعلى السيد الرئيس عايزوا نحل الأول مشاكل الآل دية حالة الآل دي تحبسوا مكملة الآل دي ده ومكملة يكملين ميه محضور شعضية انت بقى شوف قضيتهم ايه بعدين همما كانوا حلوا نفسهم فدأ اترموا تاني بسرعة كأنه في حد بيحرك سوف نحر أدرسوا وانت عددوا فأنا بقولوا انت وزير الشباب فين دورك فين دورك والشباب هو اللي تقعس عن دول من التخبات اللي فات اللي نزل للستات المحترمات وريكالة الكمار دوركو ايه واللي نزل عدد من الشباب قليل ده دوركو مش دورك تتكلم من انك محاجز سكورة وحاكم أجنبي وبعدين انا عايز اعرض النهاردة يعني انت عايز الحاكم أجنبي يعني عايز موتيك أجنبي عباس العالم ده يجيب باسترمة انا هجيب باسترمة اجنابية باستورادة وهجيب اعصير مستوراد فدام انت مش قادر تشجع استماح الوطنية بتاعتك هو الحكم المصري ونحن انا محترد على محمد فاروق لانه محمد فاروق هو قال اسمه انه هو عايزه لو مش اجناب يات محمد فاروق بالاسم لان محمد فاروق هو قال كده اللي جسبنا تاته السفر الزمالي للدوري وخسب الاسبعيلي برضو اعتقده المصري هجلنا محمد فاروق ده عشان ينزم الزمالي ومع ذلك قلت محمد فاروق لو جاه وحكم ما عندوش دم لكي مش معطاقه خلاص بس هلعزبت والدام مصر كلها فيمتون مين محمد فاروق ده ده جايب الاختار بالاس طبق عامر مختار بالاس وعندان هي فيه مطرد بالفاتوان لا انا حسيت ان هو ده هو حزب عليك وعيت وقال حزب الله وقال انا حسيت علي انا وانا بريدة علي انا وانا بريدة يعني انا حسيت يعني اول مرة اشوفه بيعيط الحقيقة لا علي انا وانا بريدة انا وانا بريدة وانا بريدة يعني للاسم الشديد في باريس بيعمل فرصات المياه عشان قلبه واخد بالك وهاني زعل جدا قل لك يعني انا في ظرف نحتاج حد ايد ايه يد ايه يد ايه يد ايه علي اه يد ايه علي وعشان ماتش غورة اه وانا مستغرب يا جماعة احنا عندنا برضو يعني نائب ورئيس لجنة اتعيت ليه يعني انا حاولت اتلمه الله وقولك اتعيت ليه يعني يا محمد ده الله اخير منكم وعال ده الله انا اخير ما ادراها اشتكد اخيرهم ايه اخير مالها لو اني روح قيم وقالك دورة كده ما ده منت المنور ده عايز حاجة ماجنبي انا بوقت اخطر المصريين بحاجة بصر ماجنية لانشن اجنبي وعصير اجنبي الله ده انت انا ماخد اقول انا اتشجع انا محمد فاروق مش طيق انا طلعه اتطلعه نلعق اجابه اعزلزل الزمال تمام لقيمه ضد الزمالة وححيب فرج عامل وفرج اختروا ايه مش عايزهم نهال على ايه ومع ذلك قلت ما امش مشكلة لا تقول لها محمد فاروق جاي حاكم مواجه ضد الزمال قتاني قلت له انا مريضا من اخضر محمد فاروق محكم ضد الزمال جاي مواجه ضد الزمال وانا اسف قلت له يا محمد هو اللي بقال فرج عامل اللي بقول لك لا انا معرفوش والله انا مكلمة قلت بك في الفرس يالا جيت عشة معي هادا تقول لك لا انا معرفوش ولا شفتوش ايه دي العضية دي لكن انت من قرضة فرج عامل قال انا ابراهيم نور الدين مكلمة لفرق وقال له نبي سيد حاكم او ابنة او فاروق خلاص الابراهيم نور الدين ادى قال لك خلاص انا اجل ده انت بقى فروش ده احيث احكم ولو انت عندك دم هتسعى باش لو انت اخر ماشي في حياتك لان الراجل خلاص انا بقى فرج عامل واسبعت ان واحد قال لي انا واعرف الخصم ده او او اعلاق او سلمت عليه اعتذر واتنحن القضية ثورة انما محمد فروق مصمم من اسبابها اللي فرج عامل عامل اولها في اسكندرية ما اسمع عمالك يحقولي قال عليه ايه انا بقول او انت عايز حكم اجنبي وانت بتقول انك انت بتصدر بره منتجات مصرية لا احنا بقى 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 البصريين خلاص انا بقى البصر ما من بقرة والله هجيبه مصطورة والعصير هجيبه مصطورة لا لا احنا بنشجع المحلي وانا عارف ان انت بتشجع المحلي لا لا البصر ما وعصير نفسه ايه ايش انا بشكرك سيادة ابن اختشار مرتضى منصور وهاخد فاصل سريع واعود لحضراتكم وانا تلقى رسائلكم